موسيقى فبولوس عم بشجع الكنيسة انه خلاص احنا الان منسلك في حياة القداسة في الصحر الرابع ابتدأ وقال اسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم اليها ثم يقول اسلكوا بالمحبة ثم يقول ايضا فانظروا كيف تسلكون بالتطين بالاستقامة السلوك بالحكمة ايضا وهون بشجع المؤمنين ان يسلكوا في النور وفي اماكن اخرى بشجع على السلوك في الروح فالسلوك في النور لانه السلوك النور هو الذي يبدد الظلمة فالظلمة هو عبارة عن غياب النور فعندما تشرق النور او يشرق النور تتبدد الظلمة وهذه هي الرسالة اللي عاوز يوصلها بولوس قبل الايمان كان الانسان بيسلك في بطل الذهن ووصل الى وضع انه فقد الحس يعني بطل عنده الحساسية صار فيه جزء يابس قاسي ما بيخترقه يعني مش ممكن حتى يتألم يعني ميت بكلمات اخرى فقد الحس ولما وصل الانسان الى هذه الحالة فالارادة كانت مشلولة كليا الى درجة انهم اسلموا انفسهم للدعارة فيشجع ويقول ان لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ببطل ذهنهم بل اسلكوا كأولاد نور لانكم كنتم قبلا ظلمة واما الان فنور في الرب ليه؟ لاننا لاحظ عدة اسباب اولا لاننا اولاد نور شيء ثاني الرسول بولوس بيبتدي رسالته الى القديسين الى المؤمنين لاننا قديسين يعني اخذنا فرزنا خصصنا من هذا العالم لنعيش حياة القداسة شيء ثالث لاننا ملوك في ملكوت الله الجديد فالصار بيتمتع في الجنسية السموية لا يعود يفكر في الارضيات من شهوة ونجاسة وخطية واباحية ايضا فالنور ينتج الثمر الطيب الصلاح والبر والحق ايضا النور يساعدنا حتى نميز ما يرضي الله او ما لا يرضيه لان كل ما اظهر هو نور موسيقى موسيقى